في إطار دعم أليات العمل الأفريقي المشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الأفريقية تشارك مصر سنويا في منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا والذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكسال في 2014 حيث يبحث المنتدى سبول مكافحة ظاهرات الإرهاب بالقارة الأفريقية فضلا عن تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن بالقارة الأفريقية علاقات صداقة تاريخية تربط مصر والسنغال حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960 الأمر الذي جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهمت في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس سنغال واستمرارا لعمق العلاقات بين البلدين وانفتاح مصر على أشقائها الأفريق قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل عام 2019 بزيارة لدكارب استقبله خلالها الرئيس ماكيسال حيث أكد الرئيس السنغالي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك فضلا عن الاستفادة من الإمكانيات المصرية وخبراتها وتجاربها الناجحة في مجالات تنمية البنية التحتية وتشييد المدن الجديدة وإنشاء مشروعات الكبار والطرق والطاقة والسياحة وذلك في إطار دعم خطة السنغال البازغة للتنمية الاقتصادية وإيمانا من نصر بالدور المهم الذي تطلع به السنغال على المستوى الإفريقي أكد الرئيس السيسي حرص مصر على استمرار التشاور السياسي مع السنغال بشأن مختلف ملفات السلم والأمن بالقرة كما عبر الرئيس كذلك عن اعتزاز مصر بدورها في دعم جهود التنمية بالسنغال عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر السنغالية وفي إطار تدعيم آليات العمل الإفريقي المشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية تشارك مصر سنويا في منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن بإفريقيا والذي أطلقه الرئيس سنغالي ماكيسال في 2014 حيث يبحث المنتدى سبل مكفحة ظاهرة الإرهاب بالقارة الإفريقية فضلا عن تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن بالقارة الإفريقية عمق العلاقات المصرية السنغالية تؤسس لبدء علاقات شراكة مهمة متميزة تنعاكس آثارها إيجابا على حركة التنمية بالبلدين وعلى قدرة القارة الإفريقية على مواجهة تحدياتها بنفسها ترجمة نانسي قنقر